بعد مدة عمل زادت عن السبعة أشهر دشنت الحزمة الثالثة من مشروع الباص السريع على تقاطع الدوريات الخارجية في منطقة سويلح شمال العاصمة عمان بكلفة بلغت أربعة ملايين دينار نتابع هذا التقرير بعد مدة عمل زادت عن السبعة أشهر دشنت أمانة عمان الحزمة الثالثة من مشروع الحافلات سريعة التردد أو ما يعرف بالباص السريع على تقاطع الدوريات الخارجية في منطقة سويلح شمال العاصمة عمان وبكلفة بلغت أربعة ملايين دينار واجتملت الحزمة الثالثة من المشروع على إنشاء جسر يربط شارع الملك راني العبدالله من جهة سويلح مع شارع يجوز بطول ستمائة متر ومسارب للباص السريع بطول ثمانمائة متر تقريبا إضافة لإنشاء محطة خدمات للنقل العام ومحطة تحميل وتنزيل لخدمة منطقة الجبيهة وشفة بدران إضافة للأعمال التكملية والتجميلية في الموقع رئيس لجنة أمانة عمان يوسف الشواربي قال خلال حفل الافتتاح إن خدمة الباص السريع ستشكل وحجر الأساسي لشبكة نقل شاملة ومتطورة لمدينة عمان وسيلمس المواطن هذا التطور في مختلف عناصر منظومة النقل العام نحن في مرحلة مهمة من مراحل هذا المشروع في منطقة تقاطع الدوريات الخارجية لا يمثل حل مروري في حسب وأيضا هو يمثل نواة مشروع نقل عام منظم ومنتظم حقيقي يلبي احتياجات المدينة في سكانها وزائريها وكل المقيمين فيها الجدير بالذكر أن الأمانة تنفذ مشروع الحافلات سريعة التردد بتمويل من وكالة الإنماء الفرنسية بكلفة إجمالية تبلغ 152 مليون دولار تغطي جميع أعمال البنى التحتية والإنشائية والتقاطعات والحلول المرورية والمجمعات التي يمر بها باص التردد السريع ترجمة نانسي قنقر